طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية معنا في هذا البرنامج التاسع شوف أحدا كنا لسه بنقولك إيه لسه بنقولك أو لسه كنا بنعد التقرير حول جهود الداخلية في هذه الضبطية الضخمة جدا حاجة ببطية بـ 270 مليون يعني حاجة مزهلة جدا شوف هنا بقى احنا ماشيون في أني خط قدي الداخلية بتعمل الشغل بتاعها عندما يكون الإعلام ماشي بنفس ذات الصياق على نفس ذات الخطوط المسألة أنه كل واحد بيقوم بقى بدوره فتجد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتطلق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات طيب ليه الشركة المتحدة تعمل ده؟ بمنتهى البساطة هي تشعر بهذه المسئولية هي تتحمل هذه المسئولية ناحية المجتمع لأنه ده إيمانا من الشركة UMS United Media Services المتحدة لخدمات الإعلامية في الدفاع عن المجتمع في مواجهة الظواهر المهددة لسلامته في التوعية بهذه الخطورة في نشر الوعي بترتكز الحملة عبر الوسائل المتعددة للشركة المتحدة الوسائل الإعلامية بكل أنواعها علشان توعي المصريين في البيوت بشكل علمي وكافي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات ما متعاطي المخدرات ده باعتشر عن الجميع وباعتشر عن كل الأسر بيبقى حويت وبيخبي نفسه فيبقى إزاي نعرف ده واحد طيب إزاي نتعامل معاه طيب تلاتة إيه هي وسائل العلاج المختلفة طيب هنا في حالة الاكتشاف طيب مسألة بقى ده كده جبر الضرر وما قبل إيه اللي قبل آه يبقى لازم أنا روح جاي واخد خطوتين لورا علشان يبقى فيه عندي حيلولة منع أمنع أصلاً إنه حد يذهب في السكة دي فيبقى فيه توعية للأجيال الجديدة وتاني على الشرائح العمرية المختلفة بخطورة المخدرات إزاي هذه المخدرات وتعاطيها بيتسبب في تدمير الأسرة تدميره هو بشكل شخص تدمير أسرته بشكل أكثر عمومية بتأكد المتحدة الخدمات الإعلامية إن مواجهة الإدمان ومواجهة تعاطي المخدرات بالتوعية ما بيقلش في أهميته عن مواجهة الشائعة اللي بتستهدف الدولة بتستهدف الدولة اللي تدمرها مش لأي حاجة تاني زي ما كنت بقولك في الأول هو التنظيمات تنظيم الإخوان ولا التنظيمات اللي شبهوا هم عايزين إيه؟ عايز حاجتهم عاوز ينكد عليك طول الوقت بأي شكل بالزور يطلق شائعة ويهبل ويفتي وجنازة ويشبع فيها لطن ويعمل لك عملية إحباط وتثبيت للعزيمة فتعاطي المخدرات الشائعات الاتنين زي بعض تدمير للمجتمع ما يقلوش بالمناسبة عن الإرهاب المباشر في شيء يعني أنت مش عايزك تتصور أبدا إنه الراجل اللي بيروح جاي رابط حزام ناسف على جسمه ويعمل عمل إرهابي هو في خطورته أعلى من تعاطي المخدرات أو في خطورته أعلى من ترويج الشائع هو الكل من شأنه تدمير الفرد الأسرة المجتمع الدولة المتحدة بيقولوا شايفين مؤمنين بأن التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل لأسليب ولطرق علمية هنا بقى إزاي الإعلام يبقى بيستخدم العلم طبيعي وما لزي نقول عليه إعلام الإعلام يعلمك ويعلمك ويوعيك فهتقوم المتحدة لخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بالموضوع ده زي مكنت بقولك بقى العلم يبقى إزاي مختص وأصحاب خبرة يعني المختصين وأصحاب الخبرة مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول هذه الموضوعات شديدة الأهمية واللي بتوليها المتحدة أولوية قصوى شركة ترى أن لها مسئولية ضخمة تجاه المجتمع عندها مسئولية ضخمة تجاه المجتمع فبإذن الله يعني بدءا من الأيام القليلة القادمة هنبدأ نشوف هذه الأمور المتعلقة بتوعية المجتمع وفي المحاور اللي كنت بقولك عليها وبهذا الأسلوب المختصين وأصحاب الخبرة وبالمعايير المهنية